دشنت شركة فيورا جيمز الرائدة في مجال تعديل الأحجار الكريمة الملونة منشأتها الجديدة في مجمع الذهب والألماس والسلع التابع لهيئة المنطقة الحرة لمطار الشرقة الدولية الذي يشهد تنامياً كبيراً من شركات إنتاج وتصنيع الذهب والألماس العالمية وتم تدشين المنشأة الجديدة من قبل سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشرقة الدولية وديف شتي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيورا جيمز والذين تجول في أقسام المنشأة التي تبلغ مساحتها 12 ألف قدم ربع حيث استاجرت ثلاثة مستودعات وتنظر شركة فيورا جيمز إلى مقرها الجديد باعتبارها حجر الزاوية في خطط توسعها الإقليمية والعالمية وقاعدة لتحقيق نمو في أعمالها انطلاقا من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولية وانضمام هذه الشركة إلى مجمع الذهب والألماس والسلاع التابع للمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولية يؤكد نجاح استراتيجيتها المتمثلة في جعل إمارة الشارقة مركزا عالميا للأحجار الكريمة والألماس والذهب لما يوفره المجمع من منية تحتية متميزة تعد خيارا مثاليا لتوسيع قدرات وحضور الشركات العالمية في واحد من أهم الأسواق على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر